السؤال الثاني بيقول السلام عليكم يا دكتور حضرتك أنا جوزي سيبني عند أهلي بسبب أن والدته شغل دماغه ببنت أخته وليه ست شكور ومش بيسأل علي خالص ولا حتى بيسأل على بنته ومش بيصرف علينا خالص وأهله مشجعين وعلى كده وأنا متجوزة ليه سنة ونص سنة ونص وبالك ست شهر يعني أنتو يعني الجواز عمره في السنة ونص دي أقل من سنة وأهله مشجعينه على كده وأنا متجوزة ليه سنة ونص ومش بيحب بنته علشان هي بنت مش ولد ومش حب ألجأ للقضاء هل ينفع أرجع بيتي من نفسي بعد الفترة دي ولا أعمل إيه آه ينفع ترجعي بيتك أيها طبعا يعني ما فيش مش هتلاقي وحشة هناك يعني بالعكس أنت رجعت بيتك ورجعت بيتك وقعدتي وأول حاجة عشان ترجعي بيتك عشان ترجعي بيتك صح شيء للأفكار اللي في دماغك دي أن حماتك عايزة تجوزه بنت أختها فعايزة تطلقه منك وهي في الأساس لا زوجك عايزة تجوزها ولا أصلا هي بتفكر في بنت أختها طب وعشان كده إيه اللي حاصل لابد أن أنت ترجعي عن الأفكار اللي في دماغك دي فلما ترجعي في البيت ترجعي في البيت ونفسك منشرح طيب أعمل إيه سألتيني أعمل إيه أول حاجة لما ترجعي البيت ترجعي البيت وتعبري لزوجك أن أنت رجعت لأنك أنت بينكم علاقة ربنا سبحانه تعالى كتاب لكم وهي نعمة من نعمة ربنا وهي الجواز وأنا بحبك وعايزين نقعد مع بعض ونتكلم شوية كلام فنقعد مع بعض ونتكلم وإحنا بنتكلم كلام الأحباب مش كلام الأعداء ولا كلام القضاء أنت مش قاضي عتحكميه لكن أنت حبيبته اللي عايزة تقربي منه فلزلك لازم معيار أن أنت نجحت في ده أن تخليه يخرج في قلبه ويخرج للكلام حلو وده مش هيحصل غير لما نعمل كده اللي أنت فيه ده طبيعي في سنوات الجواز الأولى مش طبيعي مش قصد طبيعي أنه مقبول يعني لا بيحصل كتير يعني إيه بمتكرر ده متكرر للناس ما تفهمش بعضها متكرر أن أنت ما تقدرش تتبعي مع حماتك فيحصل صراع فيعمل إيه لسه كنا النهاردة بنتكلم عن الكلمة لإيه الكلمة الطيبة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه وليه حميم يبقى أنت محتاجة تستخدم الكلمة الحسنة بكثرة ومحتاجة أن أنت تقربي من جوزك مش تبعدي وتسيبي البيت لمدة ستة شهر ده حاجة مش صحيح أنت طبعا عشان إحنا عندنا شوية حاجات بقى بدل خرقتي من بيتي بدل خرقتي من بيتي هو اللي لازم يجي أخدها هو اللي لازم يرجع ما إحنا عندنا حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مهم جدا 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 بيولي فخيرهم الذي يبدأ بالسلام إذا التقى المسلمان فيشوحوا هذا بيواجه ويشوحوا هذا بيواجه مين الأحسن الذي يبدأ بالسلام هاي فاكر ده مش جوزك ده مش عدوك ده زوجك حبيبك فأنت لما ترجع لحبيبك ده حاجة مش وحش آه طبعا بقى ستة تيجي تقول أنت بتشجع رجالة عشان هم رجالة لا هي بتسألني اوعى لما حد يسألك ما تكونش عاون الله على الخير اوعى عشان أنت خايف أن أنت يتقال عليك أن أنت بتيجي عليه أبدا أنت بتيجي على نفسه الأمارة بالسوق تخيل كده لو هي قالت لي اوعى اقول لا اوعى هو المفروض يحفظ كرامتك وابتدي بقى أتلاعب بقى وابتدي بقى وابتدي بقى وابتدي بقى أفهم الأحديث بشكل غير صحيح واستوصب النساء خيرا ووما استوصص بك خيرا هسألك سؤال لو اتنين أصدقاء لو اتنين أصدقاء أنا هسألك لو اتنين أصدقاء وزيعهم من بعض فواحد رجع للتاني هتقول هوي الله يفتح عليك انت إنسان مخلص للصداقة دي طيب اسمعوا أن الدوات اللي حصل في قطار السواك ما بنقبلوش آه لأن احنا عندنا شوية حاجات النفس الأمر بالسوق لأن فيه شيطان وأشد الشياطين والشياطين اللي التي تفرق بين الرجل وزوجتي أنا بقولي الكلام ده نفطري بس عشان ما حدش يستعجل نفطرد لو أني السؤال ده بيسألوا لي رجل هقول له نفس الكلام نفس الكلام هقول له لو أنت روحت ده ما فيش كسر الكرمتك وانت كده تبقى رجل وبقى رجلتك كاملة زي ما أنا بقول لها كده أنت بنت ناس وبنت أصول لو عملت كده ليه؟ بتتابع شرعي ربنا بتتابع كمان الأخلاق الكريمة الفضلة العالية أنت بتعملي ما يتناسب مع أهل الكرم والأخلاق العالية طيب أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان أكون عاونة لك على نفسك الأمارة بالسوق وعلى شيطانك فلو رجعتي آه بس أنا بقول لك أنت عشان ترجوعك ده يبقى مليء مش بقول لك رجوعك ده عشان يبقى إيه؟ ما بيهنش كرمتك لا خالص اوأ اتفكري وانت بتعامل مع زوجك ده وساعة ما تحس أن فيه حاجة بتهين كرمتك عودي معاه من غير ما تقول له أن أنت بتهين كرمتك ولكن قول له أنا بحس وده وخلي دي طريقتك دايما ما تتهمهوش لكن قولي أنا بحس بكذا أنا بتوجع أنا بحس أن فيه إهانة الكرمتك ما تقول لهش أنت بتهني لأنه طبيعي هو مش قاصد فيجي يقولك أنا والله ما قاصد أنت اللي بتسيئي لي وانت اللي فكرك عني شيء سيء وانت اللي أهلك مليين دماغك لا بلاش كل ده لما تيجي تتكلم مع شريك حياتك قوله أنا حاسس بيه ما تقولهش أنت عملت فيه كذا لأنه في الحقيقة مش هنقدر ننسيب له حاجة إذا ما كانتش هو مريد وإحنا ما نعرفش هو مريد ولا لا لكن اللي أنا متيقن منه إن أنا موجوع أتكلم عن وجعي يبقى أول حاجة هنوعد قاعدة أنت هتروح تقول له أنا رجعت البيت حبيبي وبيت زوجي فأنت حبيبي وزوجي أمر الثاني إحنا عايزين نوعد مع بعض نوعد مع بعض عشان يفكر في مستقبان مش عشان أحكمك إحنا عايزين نفكر في مستقباننا إزاي بقى سعيد الكلام ده يخلي الراجل مهما كان حصل عقله يرجع له ويبتدي يفكر بطريقة مختلفة حاجة تالتة لما تيجي تعبري عن مشاعرك بعد كده عبري عن مشاعرك مش اتكلمي على إنه هو أزاكي إزاي لأنه في كتير من الجالة بيبقى حسين إنه عملوا كل عليهم فلما تيجي زوجة تقوله أنت زيتني يحس إن هي ما بتفهموش وبعيد عنه قوي لكن لما بتقوله أنا موجوعة هو ممكن يفكر بالحنية إزاي يحن عليها وإزاي يحقق قوله صلى الله عليه وسلم استوصب النساء خير ترجمة نانسي قنقر